بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ويقول سبحانه ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء هذه الآياتين الكريمتين تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله ووجوب ملازمة الإنفاق ويبين الله سبحانه وتعالى فيها أن الإنفاق إنما هو من العبادات العظيمة وأنه ما من عبد إلا وهو مفتقر إلى الله سبحانه وبحاجة إلى فضله وعطائه ولكننا نريد أن نأخذ هذه الآية ونستدل بها أو نسترشد بها على معنى آخر وهو كيف يحصل الإنسان الرضا في هذه الحياة كثير من الناس يشعر بعدم الرضا وشعوره بعدم الرضا إنما جاء جراء شعوره بأنه لم يأخذ ما كان ينبغي أن يأخذه وبأنه ظلم في هذه الحياة وأنه ينبغي عليه أن يكون أعلى من ذلك في المال في الجاه في الزوجة في السكن في متع الحياة فالشعور بعدم الرضا إنما يأتي بسبب مقارنة الإنسان حاله بما يأمله وما يتمناه وسبيل الشعور بالرضا وسبيل تحصيل الرضا والسعادة إنما هو أن يشعر العبد بالافتقار إلى الله وأن يشعر أن ما هو فيه من نعيم إنما هو محط تفضل من الله وليس عن استحقاق ليس بسبب كفاءة فيه وليس بسبب تفوق فيه كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي الله سبحانه وتعالى لا يحب لعبده أن يكون على هذه الصفة إنما يحب لعبده أن يكون مفتقرا إليه لا يقارن نفسه بمن هو أعلى منه ولكن يقارن نفسه بما هم دونه فيشعر بعظم نعم الله ما من نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد إلا هي تفضل منه وسيدنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول أحب الله لما يغزوكم به من نعم فإن النفس الذي يتنفسه الإنسان لهو أعظم نعمة وقد امتنعت على غيره وإن الصحة التي يشعر بها الإنسان ويتنعم بها لهي من أعظم النعم وقد فقدت من كثير من الناس فالصحة تاج على رأس الأصحاء لا يراه إلا المرضى وإن المال وإن الزوجة وإن النظر وإن السمع وإن الكلام وإن العقل وإن الولد كل هذه لهي نعم من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على عباده ولكن العبد يرغب في الزيادة وهذه طبيعته لكنه إن أراد أن يحصل الرضا فلابد أن يشعر بالافتقار إلى الله ولابد أن يشعر أنه ليس له على الله شيء وما من نعمة أنعم الله بها عليه إلا هي تفضل من رب العزة وهذه نعم الله ينعم بها على من يشاء من عباده وهي ليست باستحقاق وليست بسبب تفوق وليست بسبب جرأة وليست بسبب كل ما يشعر به الإنسان من تفوق أو رقي أو نجاح كل ذلك هبة من الله كل ذلك عطاء من الله فلو شعر الإنسان بذلك ولو شعر أن دقيق النعم وعظيمها إنما هي تفضل وليست باستحقاق ولو شعر أنه فقير إلى الله وأن الله يحتاج منه أن يفتقر إليه على الدوام فإنه بذلك يحصل الرضا وإنه بذلك يحصل السعادة ويكون أسعد خلق الله في هذه الدنيا ولا يكون أحد أسعد منه عند الله فالسعادة الحقيقية إنما هي في الرضا والنعيم الحقيقي إنما هو في الرضا والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الراضين من عباده ومن المقبلين عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا برضاه وأن يبعدنا عن صخطه وغضبه وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته